رجعت للعراق بالطريق مرأت عند السفير العراقي في يعفور صديقنا من جماعتنا السيد محمد رفات نعم أبلغت أنه أنا ذاهب للعراق نعم بدت ليلة في سويا في دمشق وحتحت حضيت من أخي بالعراق عملت اتصال معه أسأله عن الطريق سارك أو مسارك طبعا في طرق مستهدف نعم قال لي طريق كله مستهدف فأخذت طريق القائم فقلت له بلغ شيخ صباح السطام شيخ البمحة العمامنا أنه الغداء ما لي سيكون عدوم فعلا تم الأمر وخلال خروج من القمرق من فوض أذهب المظيف الشيخ صباح وجدتني سيطرة وطربت الرجوع السبب أنه قوات الاحتلال عملت انزال وانقطع الطريق هذا الانزال شو قصته؟ هل تم محاولة صده من العشائر العراقية؟ أما طل عمرك عملوا بعدة أماكن ببداية يشوفون ردات الفعل يعني المدرسات على مجسات على ردات الفعل جس نبض جس نبض فسألت الشباب شنو لعدكم نرجع طريق قديم من السلاح قال عدنا رشاش وغدارة سيارة تكون صغيرة عدنا وعدنا أربع قناة أبو الأدوية هم فرد راحنا للمغيف الشيخ ما لقيتنا أحد بعدين سركني طريق آخر حتى نلتحقوا إياهم بس المعنى العام أنه كانت السلاح خفيف سلاح خفيف ما كنتوا بهذه الفترة تسلحتوا؟ ما كان بالأخص بالمنطقة الغربية وحتى أدعمهم لا بالجنوب نفس الشيء جنوب العراق هم ما كاعدهم سلاح ولا بفرات الأوسط كاعدهم سلاح في الخامس والعشرين من مارس 2003 ستجتمع مع محافظ وعض قيادة قطر العراق مسؤول الأنبار نعم شو كان دوره وبماذا أخبرك في ذلك الاجتماع؟ بصراحة كان الاجتماع ليس فقط إلي كان اجتماع أنا أولا كان عن عدد من شوخ العشاء لا أولا طلبت من الاجتماع نقلت له الصورة والمعزق اللي وقع بي عمامنا المحل يعني معدهم إمكانيات الدفاع يعني إمكانيات الصد العدي ومعدهم مجرد أسلحة بسيطة وهذا أسلحة بسيطة لا تعني شيء طيب نعم فقال أنهما عدنا يعني ما موجودا ممتوفر أسلحة يعني عدهم يعني بوقت ذاك الوقت يعني وبنفس حصل الاجتماع يعني هو من الشخصية هذه من هي عوض القيادة القطرية ومحافظة الأنبار وكان يرأس القاطع الأنبار المرحوم قصي مه مش بشفت قصي قصي صدام حسين اي ما الذي حصل في هذا الاجتماع حصل أنه أيضا طالبتم بإرسال الأسلحة الخطيفة والمتوسطة ولم تحصلوا عليها بلقتهم أنه معلمات اللي عندي أنهم مخازن عكاشات على حدود السود مخازن عكاشات اللي فيها سلاح الدولة بها سلاح الدولة ومخازن حمديات بعدها ما مضربة يعني ما يعني قصفها قصف كامل سلمت من القصف قصف النحار سلمت قصفين مخزن مخزنين وطاشين يسمونها العنقودية الغناب العنقودية عليها فبعث الشباب بكمن جابوا نماذج للتأكيد بعدها بعثنا على سيارتين تراجلات جابوا أداء أسلحة ماذا كنت تفعل بهذه الأسلحة تسلمها إلى أبناء العشائر بصراحة من وسط الأسلحة إلى منطقة الخمسة والثلاثين طلب أعضو القيادة قارش بعمر أستاذ قصي يسلمون الأسلحة يسلمون إيها قصي صدام حسين طلب أن يتسلم هذه الأسلحة حسب قول أعضو القيادة قلت له نحن جبناها من تحت الأمريكان كيف نسلمها نحن جبناها ما رأيت أخيش له قلت له طيب بصراحة أخذنا الأسلحة المفيدة وعطناهم الباقي أوف لا لا بصراحة أخذنا الأسلحة المفيدة تفيدنا مثل الصواريق يعني استرلل تقدمنا النصف تقريبا يعني النصف الأسلحة أبقيتموها وسلمتموهم الباقي نصف أطناهم أين أبيغوتها اللي مش مفيد اللي مش ما بيحيد لك مفيد طب ليه بصراحة أني عندي رؤية يعني المعركة ما معركة يعني تصادم جيش بجيش المعركة هي معركة يعني حرب عصابات ليست جيش بجيش وإنما حرب عصابات أين وكانت إلي رؤية بصراحة أنه بقتها أنه حل الجيش وتحويلها إلى تشكيل خلايا ها كانت رؤيتي حل الجيش قبل أن يحل الجيش قبل أن يحل الجيش قبل أن يحل الجيش وتحويله إلى خلايا إلى خلايا مقاومة ما مررت هذا الاقتراح إلى القيادة؟ ما كان في حدا يسمع رؤية هي تعرف هذا كلام خطير تحل الجيش كلام خطير بس هاي رؤية كانت السلاح اللي كان يصلكم خفيف متوسط السلاح اللي اشترينا بالأول متوسط لما تقول اشتريناه مين وبأي أموال لا من عندنا خاصة أموال خاصة منك؟ من عندنا أموال خاصة كم قيمت مصرفاتك على السلاح لعمليات بصراحة تعرف فرق الدينار والدولار بس اشترينا تقريبا ما يسلح بقتها ألف مقاتل في حينها ألف مقاتل؟ يسلح ألف مقاتل بين رشاش سلاح بكيسي إلى قناص إلى ربي جي كم كنتم تدفعون للمقاتل؟ ما كنتم بالبداية فقط تطوع كانت تطوعاً بداية ما كنتم رجعت بصراحة ما رجعت أنا أعلنت أريد مقاتلي الوياية وحتى سميتهم قلت أريد يعني يعني استشهاديين واللي مين يلاقيني قداما يرجع يرجع سجلوا ما شاء الله يعني عندي خمس تلاف تسجيل خمس تلاف؟ خمس تلاف واحد سجلوا سجلوا للقتال؟ سجلوا عندي للقتال خمس تلاف شو كان أنواع القتال المطلوب منهم؟ حماية ممتلكات أو هجوم أيضاً على التحالف؟ لا لا أعفو بداية يعني له هداف كثير بالهداية يعني هدفين بالأول الهدف الأول هو حماية الممتلكات العامة نعم يعني البنوك والبنوك الوحيدة يمكن محال مصر عليها تجاوز على البنوك وعلى المستشفيات وبالخلص كانت الجامعة الأنبار بها مواد كيميائية تعرف يعني جامعة بمختبرات ومختبرات وكنا خايفين ليصير أي سألة يعني عليها تعرف النفس ويفوتون مفهوم؟ غير حماية الممتلكات العامة شو كان دورهم؟ بدي أنا بصراحة بتشكيل اقترحت على تشكيل حكومة من لما المحافظ يعني ترك المحافظة وعض القيالة بعد ما أبلغونا أنهم ما يقدرون بعد يبقوا أني ما بقعدهم هذه أنا كان عندي اجتماع لشيوخ المحافظة فمعظم الشيوخ محاوات الأنبار عملوا تخويل لك أنه المخول الوحيد مظهر بيدارة شيء لأزمة هذا أعطاني شوية هامش تحرك يعني كثير هل كان هؤلاء جلهم أو بعثيين؟ لا لا أصدقائي هما لا عفوا المقاتلين أقصد المقاتلين تعرفوا بذلك الوقت لم تسرع عشائر يعني بعثيين أكثر شيء من المعظم كان حتى أحيانا مضطر شباب يعني شباب متحمس يعني كنتوا تدربوهم ولا؟ والله القسم وكلهم يعني هم تهربين تعرف نحن أدنا بالعراق نقول هو صغير مدرب على القتال مدرب على القتال من هو يعني صبي أو هذا هل كنتم في تلك الفترة على تواصل مع الرئيس أو عائلته أو أحد من مسؤوليه؟ بذلك الوقت بصراحة ما كتواصل يعني بالبداية ما كتواصل بس إجاء أول أول شخص الله يرحمه برزان شقيق الرئيس شقيق الرئيس الله يرحمه جهوه وزوجته يجو تقصد على مضافتك؟ على البيوت المضيف والبيوت البيوت مارتنا القرية هي القرية تضم خمس مساكن يعني البيت الكبير بيت والدي نسميه عن البيت الكبير تمام هذا موضوع شيق جدا شيخ مظهر أنا أريد أن أتطرق إليه مباشرة معكم بعد الفاصل كيف أهويتم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع عائلته في مضاربكم في الأنبار غرب العراق شكرا لوجودكم معنا مشاهدين الكرام نحن سنعود إليكم مباشرة بعد الفاصل لنتابع في هذا الموضوع من عائلتنا 18 شخص من عائلتنا 18 18 شخصا قتلوا من عائلتك بسبب وجود الرئيس مع عائلته ومسؤوليه في مضافتكم والباقين يصرقهم الاسشهده 22 أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مع مظهر الخربيط أحد شيوخ عشائر الأنبار العراقية أهلا بكم معنا مجددا شيخ مظهر سنتابع بقصة الرئيس العراقي الراحل مع عائلته ولكن أريد أن أعود فقط إلى العاشر من نيسان أبريل 2003 يوم بعد سقوط بغداد واجتماع جامع الرمادي الكبير كان هناك العديد من الشكاوى والتعهدات شكاوى من المحافظ أحمد الجبوري أنذاك ومن التعهدات من قبلكم في هذا الصدد بأي موضوع كان بصراحة الرجل هو مع أضو القيادة القطرية دعوا الشيخ العشائر إلى الاجتماع فكان معظم الشيخ العشائر جالسين نعم في الاجتماع فالرجل كان صليح قال يا عمامي هو جبوري قال يا عمامي بقينا بس أنا أضو القيادة ما بقى عندي ولا شرطة واحد ولا شرطة ولا شرطة فأنتو شنو اللي تطلبوهم لعدنا هذه دون أن نروح إلى أهل هنا أو نبقى عندكم أنا في صراحة شرطة نشيخ معظمها ساكته قتلوا أبو الشهاب يعني الكنية ماتوا قلت لأبو الشهاب أنتو عد عمامكم عند أهلكم أنا سبقت لك أنه هيئة ألف مقاتل يعني ألف مقاتل قلت لنا اليوم أنا أزل لك ألف مقاتل بسلحين كاملين هم يعملون هذه وموعدي مع كشرطة في الشوارع هم يكونون تحت أمرتك يعني يتوجههم بكرة صبح إن شاء الله يكونوا عندك وهذا ما حصل اللي هم الألف مقاتل اللي حضرتك قلت لعليهم قلت لهم بكرة صبح إن شاء الله يكونوا عندك أجيبهم وجيك بعد عد رجبت المرحوم لو أروا كان نعم كان عد صديق وجيبته للدار مرافق الرئيس مرافق الرئيس وكانت هي بصراحة خمس دور أعطى وضع الأمر إليك الجناب الكريمي عدنا خمس دور خمس دور نعم خمس دور دار أخي مزهر فرغنا إلى المرحوم برزان وزوجته ودار أرحمة عمي عبد الواحد فرغنا إلى عائلة خيروط الفاح خال رئيس خال رئيس أولاده وعوائلهم الله يسترع عليها وكان معهم حج عبد الحسن ابن عم رئيس صدام حسين ودار آخر زغيرة على البحيرة كان بها عائلة مدير المخابرات طاهر حبوش طاهر حبوش هنا وكانت حرمة سورية كذلك كان موجودة زوجة كان معارض عراقي ماذا عن عدي وقصي؟ الجماعة أجوا لاحقا لاحقا أجي قبلهم فريق عبد عبد حمود أنا كنت أدير شيء بالمحافظة نحن المكان يزاكنين بيه يبدأ عن المحافظة 18 كيلو نعم حتى سموها 18 كيلو 18 كيلو 18 أبو حسن الله يرحم هو كان قريب علي وكنا نشاور وبصراحة أنا وياه وعمي عبد الحميد هو اللي خذنا القرار باستضافة أي واحد يجي استضافة أي واحد يجي يعني بوقتها يعني من مبدأ عدم رد الضيف عدم رد الضيف مهما يكون الثمن بس كيف أبلغت بأنه الرئيس يعني آتن إليك آه خلينا نقضي أفو قلت لك أنا ذهبت الرمادي نعم بعدين ما رجعت جبت روكان ماك بيوت سألت عن أخي مالك نعم الشباب ما يعرفون قالوا إجا ضيف أخذوا البيت عمي عبد الحميد أخذه آه البيت عمي عبد الحميد اللي هو خلف البيت الكبير نعم من الضيف ما يعرفون للشباب ما يعرفون ما يعرفون للشباب بعدين ما في مجال بعد البيوت روكان الله يرحمه خلت له البيت الكبير بيتنا يعني البيت الكبير يوجد قسمين قسم الرجال والقسم للنساء فكان وضعه صحي متعب عنده جلطة الله يرحمه دكتور حسين بن عبد الحميد الله يرحم هذا يستشهد بدأ يعدل وضعه ويتحسن بعدين طلعت أنا عاد إجاني أخي رحمة مالك قلت لشن القصة؟ قال أجي الشبير السيد الرئيس أول ده كان خمس سيارات أربع سيارة خمس سيارات نعم وين بيت عمي؟ قال خلونا بيت عمي عبد الحميد موسيقى